للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من لندن مراسلنا عمر بشير ومن موسكو مراسلنا أيضا يوسف بيقار أبدأ من لندن معك عمر إذن موسكو تهدد بالرد أصداء ذلك بريطانية لديك نعم بها المميز هنا هذا القانون الجديد الذي يجيز لبريطانيا أن تقوم بشكل منفرد باتخاذ إجراءات تعاقب من تصفهم بريطانيا منتهكي حقوق الإنسان أو الذين يقومون بجرائم هي أصدرت القرار وتنتظر ردود الأفعال من موسكو وغيرها وهي تبني هذا القرار وفق نظامها وقوانينها وهذا القرار الذي عاقبت به ما يقرب من 25 مسؤولا وفردا وشخصا روسيا ومؤسسة أيضا روسيا مبني على نقطتين عدم السماح لهؤلاء بالدخول إلى أراضي المملكة المتحدة وأيضا تجميد أرصدتهم هنا في البلاد وزير الخارجية دوميني كراب قال إن المتهمين وفق النظام البريطاني بأنهم ارتكبوا جرائم ضد حقوق الإنسان لن يستطيعوا شراء عقارات وتبيض الأموال في لندن وبشكل خاص في مركز لندن الغني وقال إن هذا القرار سيتم بناء على ذلك التنسيق بعد ذلك مع الاتحاد الأوروبي ومع أستراليا وكندا وأمريكا فيما يفهم أنه قد يتم استصدار طلب للإنتربول لملاحقة هؤلاء وربما غيرهم من الأشخاص اللاحقين في قرارات متوقعة لاحقة وبشكل خاص في قضية تسميم العميل سيرجي سيكريبال في العام 2018 إذن هو قرار بريطاني جديد يجيز للمملكة المتحدة أن تعاقب أفرادا ومؤسسات وأشخاص بعيدا عن الأنظمة أو فرض عقاب على الشعب ككل يوسف موسكو تبحث سبل الرد على هذه العقوبات البريطانية ما هي الخيارات المتوقعة التي يمكن أن يلجأ إليها الطرف الروسي ردا على عقوبات لندن بها ردود الفعل الروسية الأولى سواء صادرة من الكريملين أو من الصفارة الروسية ببريطانيا كلها تتمحور بأن روسيا تتوعد بالرد على هذه العقوبات البريطانية التي عبر الكريملين عن كامل أسفه تجاه هذه العقوبات البريطانية الجديدة التي تستهدف روسيا ووصفها الكريملين بأنها خطوة غير ودية من الجانب البريطاني المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف قال بأن موسكو ستعمل على الرد على هذه العقوبات في إطار التعامل بالمثل وستعمل كذلك على الرد الذي سيحفظ لروسيا مصالحها الاقتصادية والسياسية فيما يخص ردود الفعل الصادرة من الصفارة الروسية في بريطانيا فقد وصفت هذه العقوبات بأنها لا تنم عن الصداقة وبأنها من شأنها الإضرار بالعلاقات السياسية والاقتصادية بين المملكة المتحدة وروسيا هذه العلاقات التي دخلت في نفق مظلم بعد محاولة تسميم العقيد سيرجي سيكريبال السفارة الروسية في بريطانيا وصفت هذه العقوبات أو توقيت هذه العقوبات بأنه محاولة من جانب لندن لإثارة ضجاوة لمحاولة تعقيد العلاقات الروسية البريطانية في الأساس ليست هي المرة الأولى التي تفرض فيها بريطانيا عقوبات على روسيا سابقة وأن فرضت المملكة المتحدة عقوبات دبلوماسية على روسيا بعد اتهام الكريملين بمحاولة تسميم العقيدة السابق سيرجي سيكريبال والآن عقوبات جديدة بعد اتهام حوالي 25 مواطن روسيا بظلوعهم في مقتل المحامي سيرجي ماغنيتكي تقول المملكة المتحدة بأن هذه العقوبات تستهدف كل من يقف وراء اغتيال هذا المحامي هذه العقوبات تستهدف كما قلنا 25 مواطنا روسيا تمنعهم بريطانيا من دخول أراضيها وتجمد أرصدتهم من خلال هذه القائمة يوجد مدير الهيئة الفيدرالية للتحقيق وهو أعلى رجل في البلاد يتمتع بصلاحيات كبيرة في التحقيق في الحوادث والعمليات الإجرامية بما فيها آخر محاولة لتسميم العقيدة السابق سيرجي سيكريبال شكرا شكرا جزيلا على كل هذه المواطيات من موسكو مراسلنا يوسف بيغار ومن لندن مراسلنا عمر بشير شكرا جزيلا لكم ترجمة نانسي قنقر